موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرتنا الرئيسية إليكم أبرز عنوين موسيقى امتحانة البكالوريا تنطلق وسط إجراءة فرضتها جائحة كورونا اليوم الدور على المترشحات والمترشحين الأحرار لاختبارات الدور العادي للمتحان الجهوي الموحد موسيقى وضع الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد واحد من بين الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها خلال حالة الطوارئ الصحية والسؤال المطروح هل يحترم الجميع هذا الإجراء موسيقى انتلاقة جديدة للقطاع السياحي بعد تخفيف الحجر الصحي والسياحة الداخلية رهان المرحلة تأكيد على التطبيق الصارم لكافة التدابير الصحية موسيقى مهني والنقل الطرقي واصلون رفض السلاف العمل والوزارة الوصية تدعو للالتزام بالإجراءات المقررة في دفاتر تحملات تدبير مخاطر انتشار كوفيد-19 موسيقى ويحضر معنا ضيفا خلال هذه النشرة السيد محمد أمين بالرحو أستاذ علم الأوبئة السريري بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس أستاذ مساء الخير مساء الخير الأخيس ومساء الخير المشاهدي الكرام اليوم وغدا تجرى اختبارات الدورة العادية للمتحان الجهوي الموحد الخاصة بالمترشحين الأحرار بالنسبة لجميع الشعب لنيل شهادة الباكالوريا استحقاق يتم وسط تدابير تنظيمية وصحية تراعي السلامة الصحية للمترشحين والأطور التربوية والإدارية من مكناس روبرتاج عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي بجملة من التدابير والإجراءات الاحترازية انطلقت أطوار امتحانات نيل شهادة الباكالوريا للمترشحين الأحرار استحقاق تربوي يأتي هذه السنة في ظل إكراهات كوفي 19 انطلاقة بالرغم من هذا تمت في ظروف آمنة وسليمة على جميع المستويات لإنجاح الاستحقاق الواد تربوي روعية الوضعية الاستثنائية وما تستلزمه من انتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية كالتخفيف من عدد المترشحين حيث لا تتجاوز قاعة الانتحان عشرة مترشحين تم تعقيم القاعة تم ضروري من التركيز على التباعد الجسدي ثم توفير الكمامات لكل تلميط المداخل دي المؤسسة قسمناهم على جوج التعقيم المترشحين كيمشيوا في واحد المصار خاص بهم من اللي كيدخل من الباب دي المؤسسة حتى كيوصل القاعة دي المتحان دي ومن ثم كيخرج ما كيتلقش مع الأخور نحن هنا إذا كانت توقع شي حالة لديها الحرارة مرتفعة أو شي حاجة دي التنفس يعني هذا ضيق في التنفس أو عرقه دي يعني نحن نتصل بطبيبة المسؤولة ترتيبات خاصة ودقيقة شكلت مدخلا لانطلاقات هذه المحطة وفق بروتوكول خاص تكاملت فيه الجوانب التربوية الصحية والإدارية وكلها مجهودات تضمان سلامة المترشحين وتوفر لهم شروط الراحة النفسية داخل قاعات الاقتبار الحمد للأمور كانت دي صباح خير بالنسبة لدخلات دي المدرسة كانوا تعقلنا لدينا بروتوي وكانوا أعطونا دي ماسك وبالنسبة لقاعات كنا ما كانوا سبعنا أعداد بالزاف وكانت تمسبة أمال بيناتنا تعطونا لبافي دينا تعقيم ما كان شي ضرر وشي حاجة دوزنا هذا الصباح هذا مزيان هذا كل شي مزيان وكان مسائل جل الوقاية ثلاثة عشر ألف ومئة وأربعة مرشح ومرشحة لامتحانة البكالوريا بمكناس سيتوزعون على ستين مركزا مراكز هذه اختيرت بدقة وبشروط تضمن سلامة للمترشحين وللحديث عن ظروف اجتياز امتحانات البكالوريا لهذا الموسم الدراسي نربط الاتصال المباشر بالسيد عبدالقادر حاديني المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمكناس سيد حاديني مساء الخير مساء النور شكرا على الاستضافة اهلا وسهلا اذن اختبارات البكالوريا لهذه السنة تمر في ظروف صحية طارئة ما هي اجواء اليوم الاول من اختبارات الدورة العادية لامتحانة الجهوية الموحدة الخاصة بالمترشحين الاحرار اذن من خلال تتبع اجراء امتحان شهادة البكالوريا على مستوى مراكز الامتحانات بالمديرية الاقليمية بمكناس يمكن القول انها مرت في اجواء عادية تعكس اولا الوعي العالي لمختلف المتدخلين وايضا للمترشحات والمترشحين اساسا على مستوى احترام التدابير والاجراءات المنصوص عليها سواء على مستوى النصوص التنظيمية والشريعية الجاربية الامال او على مستوى الدلائل ويمكن القول ان الرسالة بالفعل التي تمت او تمبتها عبر مختلف الوسائق التواصلية وعبر القانوات الاعلامية قد وصلت الى المترشحين والمترشحات وإلى مختلف المتدخلين والمتدخلات لذلك مرت في اجواء عادية في اجواء تربوية نعم البشرية المرسودة لهذه المحطة الاشهادية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا اذا هو حق لضمان يعني مصداقية ومتوقية شهادة شهادة امتحان الباكالوريا اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات منها تدابير اعتيادية دابة المنظومة التربوية على الالتزام بها وهناك ايضا تدابير استثنائية مرتبطة بهذا الضرف الاستثنائي وهي تدابير وقائية لحماية المترشحات والمترشحين ومختلف المتدخلين من وباء الفيروس المستجد اي كوفيد-19 اذا بالنسبة لأهمات التدابير يمكننا ان نتحدث اولا عن تعقيم جميع فضاءات ومراكز الامتحان ايضا مراكز التخزين اوراق التحرير اوراق السويد الممرات المرافق الصحية هناك ايضا توفير لوازم الصحية لمختلف المتدخلين والمترشحات والمترشحين من وضع الكمامة من مواد النظافة والتطهير من ايضا وضع حواجز وتشوير لتحقيق التباعد المكاني ايضا هناك رفع من عدد مراكز الامتحام بحيث مثلا على مستوى مديرية مكناس انتقلنا من 40 مركز في الموسم الماضي الى 60 مركز هذا الموسم وذلك لتقليص عدد المترشحات والمترشحين على مستوى القاعات الاعتيادية على الاكثر عشر مترشحات ومترشح ومترشحة ايضا تم اعتماد فضاءات واسعة منها المساءات الرياضية كالقاعات المغطات ومنها مدرجات كلية الاداب من المركز الترباوي والجهوي ايضا يمكن القول بان هذا البروتوكول الصحي وهذه التدابير والاجراءات تمت بتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء اي من سلطات محلية من مندوبية الصحة من مصالح امنية ومن جماعات ترابية ويتم الاشراف المباشر على تنفيذات البروتوكول الصحية من خلال اطار صحي متواجد بكل مركز امتحان اذا سيد حديني مما لا شك فيه ان انجاح كل هذه التدابير التنظيمية والوقائية يتطلب تضافر جهود الجميع من مترشحين او اولياء امور وكذلك الهيئة التربوية ما هي اذا رسالتكم لكل هؤلاء سيد حديني الرسالة كما اصرتهم هو ان هذه المحطة الجميع معنين بها بدءا بالأسرة بالمترشيحات والمترشيحين بالمتدخلين في هذه المحطات وفي هذه العملية الامتحانية ولكن الاساس فيها هو الالتزام بالتعليمات بالتوجيهات بالتدابير المنصوص عليها رسميا وايضا هناك الجاهزة او الاستعداد والاطمئنان مع تقدير الدات والثقة في الدات وانساء الله سيكون النزاح حليفة المستهدين والمتابيرين نعم سيد ابن القادر حديني المندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمكناس كنت معنا مباشرة من مدينة مكناس نشكرك على كل هذه التوضيحات وبخصوص اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين والمترشحات المتمدرسين ستجرى يومي ثالث ورابع يوليوز بالنسبة لشعبة الاداب والعلوم الانسانية بمسلكيها وشعبة التعليم الاصيل بمسلكيها اما اختبارات كل من شعبة العلوم التجربية بمسالكها وكذا شعبة العلوم الرياضية بمسلكيها وشعبة علوم الاقتصاد والتدبير بمسلكيها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها وشعبة الفنون التطبيقية وجميع مسالك الباكالوريا المهنية فستجرى ابتداء من سادس وإلى غاية تاسع يوليوز الجهري ودعمه النفسي والمعنوي للأسرة أساسي بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا دعم يعد محوريا لتجديد الثقة في نفسهم بعد فترة اتسمت بالتحضير والاستعداد عن بعد نظرا للظرفية الصحية الاستثنائية التي تعرف انتشارا لفيروس كوفيد 19 الرابطاج لإيمان سلاوي أيام قليلة تفصل عابير الشرقاوي التلميذة في شعبة العلوم الفيزيائية عن اجتياز امتحانات الباكالوريا رغم محنة الجائحة تواصل بكل تركيز وحماس تحضير المواد الدراسية وفق جدول زمنيا منظمة وكي ما كنتعرفو في هذه الظروف استثنائية المترجمات ليس عادية كانوا شوية المشاكل يعني في الولف التواصل لكن من بعد ولفنا وجدنا كل شيء مع الأساتي دار تنتواصلوا معهم ديما يعني دو سمين كان نحاول أن نفق بكري ونعس بكري باش أنني نولف العائلات تقدموا السند للأبناء في هذه المحطة المفصلية كان حاولوا معاها باش ما تخافش أننا سنغمال رأى الخوف دلمار الخوف ديال ما كانوش كيخرجوا أصلا ديما قاسين سبطار بالنسبة للعائلة ديالي يعني ديما كيدعموني ديما وقفين بجنبي يعني بابا ديما كيقول لي المهم هو مش مهم هي النقطة مهم هي أنت اشتد ديري وشنو مع نفسي الصحة ديالك هي اللولة تجربة التعليم عن بعد والتواصل مع الأساتي دا عبر منصات رقمية لم تكن بالهيينة على التلاميذ واكبتها الأسر بكل مسؤولية كما قدمت الدعم النفسي اللازم للأبناء رفقنا التلاميذ حتى يعني رأينا الجانب النفسي ديالهم ووضعنا رأينا إشارتهم طبيب متخصص زائد أستاذ ديالهم اللي هو كذلك متخصص ككوتشينج فيروس كوفيد 19 ألقى بظلاله على عدة جوانب من حياتنا بالنسبة لعابير هي مرحلة من نوع خاص وبنفس الحرس والاهتمام ستلتزم بالتدابير الوقائية يوم الامتحان وفي جديد الوضع الوبائي ببلادنا أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و106 حالات شفاء بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة حفيد الهواري وعبد الرحيم في الولا مع تزايد تسجيل حالات الإصابة بكوفيد 19 حارصت وزارة الصحة في ندوتها اليومية على توجيه رسالة إلى الفئات الهشة صحيا وحرصا على تفادي ظهور مضاعفات أو حالات سعبة بين بعض الفئات ذات هجاسة صحية كالأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والقصور الكيلوي أو السمنة المفرطة تنسح وزارة الصحة هذه الفئات بتجنب الأماكن المكتظة مع أدم الخروج إلا للضرورة والالتزام في حالة الخروج من البيت بوسائل الوقاية من تباع الجسدي وارتداء الأقنعة بشكل تليم مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار منظومة الرصد والمراقبة الوبائية ببلادنا سجلت 103 حالات جديدة لكوفيد 19 ليصل مجموع الإصابات إلى 12636 حالة الحالات الجديدة توزعت ما بين جهة الضرب رضاء السطات بـ 22 حالة وجهة مراكش أسفي بـ 12 حالة وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 6 حالات وجهة فاس مكناس بـ 40 حالة وجهة الرباط سل القنيطرة بتسع حالات وجهة العيون الساقي الحمراء بـ 6 حالات وجهة الداخلة واد الدهب بـ 3 حالات والجهة الشرقية بـ 5 حالات أما بالنسبة لحالات التعافي فقد سجلت ولله الحمد 106 حالة التعافي جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد حالات شفاء إلى مجموعه 8,920 حالة تعافي أو شفاء أي بنسبة 71.4% ولله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية ليبقى بذلك مجموع عدد الوفيات المرتبطة بداية كوفيد-19 محصوراً في 228 حالة ولله الحمد أي بنسبة إيماتة عادل 1.8% أما الحالات النشطة التي تتلقى العلاجات في المستشفيات فقد بلغ عددها 3382 حالة منها 17 حالة حرجة وتحاليل والمخبرية للكشف عن فيروس كوفيد-19 في صفوف مهنية الصيد البحري بجهة طنجة طوان الحسيمة تؤكد إصابة 69 بحاراً بالفيروس بعد إجراء الكشفات على أزد من 6 ألاف بحار وللإشارة فإن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس وكما سبق وأشرنا يحضر معنا ضيفاً خلال هذه النشرة السيد محمد أمين برحو أساد علم الأوبئة السريري بجامعة سيدي محمد بنو عبد الله بفاس دكتور مساء الخير مرة أخرى مساء الخير هالسي قيس دلنا دكتور ما تقييمكم للحالة الوبائية ببلادنا بعد المرور إلى الفترة الثانية من مخطط التخفيف من الحجر الصحي شكراً جزيلاً على الاستطافة كما شرتي في ابتداء من 14 و20 من هذا الشهر الماضي تم إضافة تخفيف آخر في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي تزاد في تخفيف آخر وكذلك تسعت الرقعة الجغرافية للتخفيف إضافة الحرية التنقل إلا قد نعرف بأن الفترة الزمنية اللي مضت من بداية هذه المرحلة الثانية اليوم هي غير كافية باش يكون عندنا تقييم دقيق ولكن ممكن ديره تقييم أولي ونسبة للسرعة دي التطور دي الوباء من خلال الحالات ولكن بالنسبة للخطرة دي الحالات كالتطلب وقت أكبر لأن المرض كيدزم بفترة دي الإصابة بالمرض ولقدر الله تطور دي المضاعفات ولقدر الله الوفاة المؤشرة دي الخطورة اللي هي الإيماتة والحالات الحرجة اللي كالسدعي تدخل لإنعاش أو العناية المركزة خص وقت باش عاد مقدرنا ندير العتقييم بالنسبة للحالة الوبائية من خلال المؤشرات دي الأعداد دي الحالات اللي كتسجل يوميا كما لاحظتوا كان ارتفاع مخارنة بفترة ما قبل دي الحجر والفترة الأولى دي الرفع دي الحجر تماما دونك هذا الارتفاع دي نسبة دي الحالات كان عادي بنيسبة جزئيا لأن مني كتتخفف الإجراءة دي الحجر كتزاد الحركية دي المجتمع كتزاد المخالطة وكتزاد الكاتفة وبالتالي كتزاد الاحتمالية دي الإصابة بالنسبة للمؤشرات دي الإيماتة والخطورة لحد ساعة كما قلت والفترة غير كافية باش نديرها تقييم موضوعي ولكن المؤشرات الحمد لله لحد ساعة لم تشاهد تطورا ما زال في المساوية دي الها اللي كانت من قبل كيبقى واحد الإضافة هو أنه كان شاهدوا بأن التركيز دي الحالات كتسجل في المناطق اللي كانت حتى من قبل من الديداء دي الرفع دي الحجر اللي كانت معنية بالوباء بالإضافة عودة الوباء أو ظهور الوباء في مناطق اللي كانت من قبل ما تسجلش فيها حالة وكيبقى المؤشر اللي يريد أن نأخذه بعين الاعتبار هو كيفاش نلقوها هذه الحالات وهذا كذلك معطى مهم وشكرا نلقوها ببرنامج دي الرصد المعكير ولا ببرنامج دي الرصد التتبع الهدي في نفس سياق بروفيسور ما هو الفرق بين الحالات التي يتم تشخيصه انطلاقا من برنامج الرصد والتتبع المعتمد منذ بداية انتشار الوباء والحالات التي يتم اكتشافها عبر برنامج الكشف المبكر الذي تم توسيعه هذا سؤال مهم لأنه يوقع خلط كبير بين هذه النظامين خصنا نعرفه بأن المغرب في الفترة دي الرصد التتبع للكيفية دي العمل ديه وقد ظهر حالة لها أعراض كيتم تشخيص ديالها كيتم بحث حول المخالطين في المحيط ديال الفرد اللي عندهم احتمالية ديال الانتشار ديال العدوى وكيتم إجراء التحاليل والعزل ديالهم والإجراء ديال التحاليل باش نتأكدوها شو مصابين ولا غير مصابين هذا البرنامج الكلاسيكي ديال الرصد التتبع تم التعزيز ديال هاد البرنامج اللي كان كما قلت من الول ديال ديال ظهور الوباء تم التعزيز دياله بنظام ديال الكشف المبكير اللي هو الودي بيستاج شكون هو هاد الودي بيستاج هاد البرنامج ديال الكشف المبكير هو واحد النظام كتمشي مثلاً لواحد القطاع مهيان وكتقلب على الحالة ولو ما كانش أعراض كتدوز مثلاً للمشتغلين في واحد المقاوة إلى غير ذلك كتدوزهم كاملين ولو ما كانش عندك حالة ديال الأعراض وهذا شيء ندار لمواكبته التهيئة ديال الرفع التدريجي والآمين ديال الحجر الصحي وهذا كيف سر شيئين المعطى الأول هو الارتفاع ديال العدد ديال الحالات والمعطى الثاني هو أن الأغلبية ديال الحالة اللي كنت لقوها ما عندهاش أعراض لأننا ممكننا من الكشف عليها انطلاقا من النظام الثاني اللي هو الكشف المبكد اللي هو الودي بيستاش نعم إذن قبل أن نواصل بروفيسور برحو فإن المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي تستدعي التقيد بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس من بينها وضع الكمامة الواقية حفاظا على سلامة الجميع وحول شروط وطرق استعمالها نتابع هذا الروبرتاج الذي أنجزه خالد أزدون فيروس كورونا ما زال يتجول بيننا واقع يقسنع به البعض وذهب ليتسلح بطرق الوقاية منه كهذه السيدة التي جاءت لتسأل عن أهمية وطريقة ارتداء الكمامة الكمامة أصبحت في الوقت الحالي ضرورة مليحة في كل الأحوال تشي دور الكمامة في حال أنك ترتدها بهذه الطريقة ولكنك ترتدها بهذه الطريقة لأن الكمامة ستكون ترتدها بهذه الطريقة يعني أنها تغطي الأنف وقتغطي الفن وتكون الإيدين مع قبل وتعقب من بعد فهذه هي الطريقة لإستعمال الكمامة وكذلك المدة لإستعمال لها فهي أربع ساعات فقط لذلك يجب تغييرها بصفة متظمة في زمن إلتزم فيه حتى الطريقة بارتداء الكمامة للأسف ما زال البعض لا يحترم هذا المعيار الصحي المهم إما عن قصد أحيانا أو سهو وجهل بأهميتها أحيانا أخرى وغادي نسولك علاش شنو الأهمية دي البافات وبنسبة لك أنتها بنسبة لشي واحد لي ما ديرهاش وشنو الخطر اللي سقدر تشكل عليه لماذا ديرهاش لبال البافات اللي ما ديرهاش المشكلة قدر يوقع عليه إلا كنكيف ريكون طي عباد الله بزيف بالنسبة لنا أنا في ضومين ديالي غالبا ما كنكونش حدا الباشار ولكن دي ما كتكون عندي دي ما كتكون عندي كنبغي ندر ما أشيحة ضروري كنستعملها قلبها عرف سكتبير هذا الحديد هاد ضروري يا نغمان مو ياللي كتكون ويقاها ياللي هالل ضروري إيجابية قلبها أتقلبها هذيك الجيال اللي فيها اللي فيها واحد الحديدة هنا هاي ياللي فقط يجب ذلك أزماديك كنت تحميرستك لا تخرجش بالأبابات وكنتبدل أربعة سوائع سنتبديل واحد آخر غيرهو سنتبديلها في الوقت ديالها ولكن تخرج بيها تخرج بالأبابات لكن خرج دبرا ما شيئره ما ما يمكنش ساعة بش حييته أنا امشينا تخيل مايعي فأناستعالي حييتها تلقى معاشي واحد فيه اللي يحفظ فيه كورونا والله استرنا وستر اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا جزيلا الأخيس على هذا السؤال اللي هو مهم خصنا نعرف بأننا احنا امام واحدة المشكلة للصحة العامة ومن كيكون لدينا مشكلة للصحة العامة لمرتبطة بالمرض المعدي هذه المسئولية تكون مسئولية جماعية وكذلك مسئولية فردية كل الفرد من النار عليه واحدة المسئولية في الحماية ديال نفسه والمحيط دياله والمجتمع دياله نكفي نشير في المعطاية اللي متوفرة حاليا والمشاهدين راوم كيعرفوها الحالة الوبائية كتدل بأن الفيروس ما زال بنتنا وما زال كينتشر بسرعة وكينتشر بشكل صامت من خلال أشخاص اللي ما عندهم مش أعراضية يعني ما عارف رسول مريض ولكن حامل الفيروس ويقدر انشر المرض في الفترة ديال الحجر كانت مسئولية كبيرة على الدولة باش تفعيل ديال ديال تقييد ديال الحرية ديال الحركة ديال الناس باش نحدهم من انتشار ديال الوباء إلى غير ذلك بقدر ما أنف هذه الفترة هذه اللي هي استمرار لاحتواء ديال الوباء لأننا نزالين في فترة وبائية ما زال الفيروس بنتنا المسئولية كتولي مسئولية فردية بالإضافة للمسئولية ديال إجراءة لخصة الدار منطرف القطاعات مختلف القطاعات والحكومة لأن الاستعادة ديال الحياة الاقتصادية والاجتماعية كل فرض فينا من يستعدها يخلط الناس يتحرك إلى غير ذلك ملزم أنه باش يحمي نفسه يحمي المجتمع أنه خصوة يلتزم بهذه الإجراءات هذه ما كيعنيش الرفع ديال الحجر العودة العادية للحياة كما كانت من قبل الشيء اللي كنلاحظوه للأسف ما كيعني رضعوا للحياة ولكن بحضار الحياة الاقتصادية والاجتماعية نصردوها بأكبر قدر ممكن ولكن ونحن نعمل تزمين بهذه الإجراءات الفرضية باش نحميه نفسنا ونحميه للعائلة ديالنا كما شرت ومن مجتمع ديالنا نعم دانا بروفيسور كما قد عرفوا أنه مجموعة من الجهود الدولية تبدل لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد هل تم تسجيل الاستجابة المناعية المرجوة بعد التجارب السريرية التي تم القيام بها لحد ساعة خسنا نعرفه بأن التطوير ديال اللقاح هو كي تطلب وقت المشكلة ماشي تقنية فقط ولكن كي تطلب وقت لأن كي المراحيل اللقاح ستندرب واحد طريقة معينة واحد منها جياء علمية معينة اللقاح لتزموا بها باش نقدروا نطوروا اللقاح من البداية ديال هذا الوباء هذا التوقعات أن حتى الآخر هذا السنة ولا بداية سنة 2021 هذا ممكن يكون عندنا المعطيات على اللقاح هوش فعال ومش يفعال وكي يبقى واحد سؤال رتطوير اللقاح ما كي يعنيش بالضرر أنه فعل كي يبقى تجربة دياله على نطق واسع باش نتمكنوا من المعرفة ديال الفعالية دياله هذا إلى ما كانش لقدر الله تطوير ديال الوباء في منحة ديال ديال الطفراء ولا إلى غير ذلك من المبكر أننا نعتمد على هذا المعطاء حاليا اللي بدنا كأليات المقاومة ديال هاد المرض معروفة كان استراتيجية ديرها الدولة وديرين هالقطاعات في تنزيل ديالها ولكن كان بجانبها باش ننجحوا هاد الاختراض ديال الرفع ديال الحزر بشكل آمين كان بجانبها وبالموازن ديالها التزام ديالنا كجماعات وكأفراد بالإجراءات الاحترازية والنظفة إلى غير ذلك نعم البروفيسور محمد أمين برحو أساد علم الأوبئة السريري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس نشكرك على كل هذه التوضيح مرحبا ومع ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة تصبح الشواطئ المناذ المفضلة للراغبين في الاستجمام متعة اقترنت في ظل هذه الظروف الاستثنائية بضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية على الشاطئ روبرتاج من هرهور لعمد أمسمير والعربين بدأت الحياة تعود من جديد للعديد من الوجهات السياحية كالشواطئ بعد شهور من التباعد الاجتماعي والمقوث في المنازل والتزام العائلات بإجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكن السؤال المطروح بالنسبة للعائلات المرتادة للشواطئ ما هي أهم الإجراءات المتخدة لضمان سلامتهم وأبنائهم في الشاطئ سؤال طرحناه على مرتدي شاطئ الهرهور منظر منتظمين بالإجراءات الترازية ويه ناس منتظمين بإجراءات الترازية كانت نحضر أن الناس محافظين على المسافة بين الناس مدينة هم يخشين الكمامة ويوجد وعي وفترات الأمر وكلواحد يحافظ على الأمام تأخذ المسافة تنجد الكمامة ويأتي ومي تريد تأخذ 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 تولي في جنبك ممارسة الرياضة الصباحة صورة تحيلك على أيام الصيف العادية كل ما تغير خلال هذا الصيف هو ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي للجمع بين الاستمتاع بأشعة الشمس ومياه البحر والحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية فرحة الأطفال لا توصف بعد ملامسة رمال الشاطئ وبعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي عودة الحياة إلى طبيعتها لم تمنع هؤلاء الأطفال من الالتزام بوضع الكمامة ليس كل مرتادية الشاطئ يحرصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لذلك تعمل السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني على تحفيزهم على ارتداء الكيمامات وتخصيص مسافة لا تقل عن ثلاثة أمطار بين كل مظلة وأخرى المصطفين من اللي يبطنا عندهم كانوا تكلموا معهم يعني كانوا تجاوبوا معاك في وضع الكمامة ديالهم وكذلك في واحد تباعد اللي يحسل السلطة الأمطار بين براسول وبرسول والحمد لله كانوا تجاوب مع المصطفين يجيوا عندهم بطر ناجر في البحر وتيقولوا لي نخليوا مسافة الأمان بينتكم أجواء مميزة هنا بالشاطئ الهرهورة بعد مرحلة التخفيف الثانية إجراءات وقائية تم اتخاذها لتدبير المجال الشاطئي ضمانا لسلامة المصطفين وتبقى الإجراءات الاحترازية الشخصية أهم عنصر في حلقة الوقاية حتى تمر أجواء الصيف في أحسن الظروف والتقص الحار متواصل ببلادنا إلى غاية السبت المقبل المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة خاصة بأنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و 46 درجة بعدد من مناطق المملكة حيث ستتأرجح يوم غد ما بين 36 و 43 بكل من المنطقة الشرقية السايس الجنوب الشرقي السهولة الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة ونتوقف اللحظة عند جديد المال والأعمال وأخبار البرصات الوطنية والعالمية مع ياسر العمراني ياسر مساء الخير مساء الخير قيس والبداية من مدينة الفنيدق حيث تم عقد لقاء مع مهني القطاع السياحي تمحور حول استئناف النشاط السياحي على إطر تخفيف الحجر الصحي خلال هذا اللقاء تم التأكيد على ضرورة العمل إلى جانب كافة مهني القطاع للتطبيق الصارم لكافة التدابير الصحية والمتابعة رفقة أنيسة بومدي وسعيد ناجي الاجتماع خصصا لدراسة التدابير الصحية والسلامة الواجب تقيد بها من طرف أرباب الفنادق وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الصيفي والسياحي إجراءات ستتم مواكبتها بزيارة ميدانية بتنسيق مع مختلف المتدخلين للتأكد من جاهزية المؤسسات الفندقية ومدى احترامها للإجراءات الوقائية لحماية السياح والعملين بالقطاع على حد سوى فالمهنيين في القطاع السياحي وخاصة في الفنادق كي وجدوا رأسهم منذ أسابيع باش يعودوا يفتحوا الفنادق ديالهم حسب واحد الدليل لهيئة الوزارة مع تنسيق مع جميع الفاعلين وهما اليوم خاصوا يحرسوا يوميا في إطار هذا الانطلاق باش يكون هذا التدابير وهذا الإجراءات حول الصحة والسلامة كالتبق في جميع المرافق ويوميا على الكل من أجل إعادة الثقة ومن أجل الحفاظ على الصحة والسلامة ديالجاميه وقد أحقب الاجتماع تنظيم زيارة فقودية لبعض الفنادق المصنفة المتواجدة على ساحل تموداباي زيارة تم خلالها تأكد من التدابير المتخذة من طرف أرباب الوحدات السياحية ومدى جاهزيتها لاستقبال السياحة بإجراءات وتدابير وقائيات استعيد مدينة الصويرة لاستقبال زوارها المدينة تشكل نقطة جدب سياحي خاصة وأن مدينتها العتيقة تم إدراجها ضمن قائمة ترات العالمي لليونسكو والرابورتاج لحسن الطباعي وعبد الغني الطهراوي الصويرة واحدة من أهم المدن السياحية بالمملكة بالنظر إلى تراتها التاريخي وصناعتها التقليدية المتفردة وأصوارها السحلية وشواطئها المترامية الأطراف والممتدة على حوالي عشر كيلومترات مؤهلات كهذه بالإضافة لما تصغر به المدينة القديمة من معالم حضرية جعلتها تلقى الإقبال المتزايد من طرف الزوار عبر العالم وعلى امتداد السنة اليوم تستعد لاستقبال وافدها لكن بإجراءات وتدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد تفعيل معايير السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على صعيد جميع المؤسسات السياحية فالهدف هو إنعاش القطاع السياحي مع الحفاظ على سلامة الزائر والسائح وكذلك سلامة العاملين بالمؤسسات السياحية مهني القطاع السياحي بالمدينة يراهنون على السلامة الصحية وتنويع عروض الأسعار ومراجعتها للإستجابة لحاجية الظرفية وتبعنا واحد نظام اللي كيمكننا باش نطمأنه باش نطمأنه الزبائين دينا باش يكونوا يعني في واحد ساحة جيدة وكنحملوا السلامة ديالهم عن طريق تعقيم الغرف كلهم وكذا المداخل ديالفندوق وكذا المطاعم والأي حاجة اللي غادي قدروا يلمشواها بيدهم وطال الناس اللي المستخدمين عندنا كلهم داروا ديبستاج باش يكونوا يعني تهمية في صحة جيدة وورا درنا تخفيضات من نسبة الغرف وحتى الريستوران هنا في الفوق كين يجو جديد الريستوران كين واحد في التحتي وكين واحد في الفوق ودرنا باش نحفزو جميع السياح انهم يجووا الصغيرة اللي هي مدينة سياحية ومعروفة في العالم مرحبا بالجميع ببنيتها السياحية ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية وتراتها الحضاري المتنوع تستعد صورة إذن لاستقبال السياح والزوار وإن اختلفت الظروف الحالية عن سابقاتها وانتشار جائحة كورونا أرخى بذلاله على قطاع السياحة خاصة وكلات الأصفار التي تضررت كثيرا من تداعياتها وكالات تعمل على التقلم مع التدابير الصحية الجديدة المهدي محيب وأمين الشرقاوي خلال هذه الفترة من العام الماضي كانت حجوزات السفر داخليا وخارجيا كثيرة فالصيف فصل العطل والسياحة اليوم تغير الوضع كليا في زمن فيروس كورونا ظرفية ألحقت أضرارا بقطاع السياحة ووكالات الأصفار المهنيون عادوا للسئنا في العمل لكن في ظل إقبال ضعيف من طرف الزبناء الآن يلا كاردوا الناس اللي عندو شي خاردوا لي شي فريسات كانش نحاولون تصلوا بالشركة اللي عندهم أموال كثيرة دينا اللي ما زال ما خلصوناش أولا اللي خلصونا وعطونا شكات رجعو بدون رصيد أغلاق الحدود الجوية والبحرية للمملكة دفع وكالات الأصفار لتقديم عروض خاصة بالسياحة الداخلية بالموازات مع مواكبة ودعم من طرف الجهات المعنية الدولة الحمد لله هذه ما تخرجت واحدة مشروع هذه السياحة الداخلية السياحة الداخلية دارت عن طريق سيرتين المكسل الوطني السياحة كل الجهات ديها رباط وفاس والضربي دا ومركش باش الوكالة يدعو ملفات وذلك الملفات غيرتحولوا من سيرتين للمكس الوطني المغربي دي سياحة باش ينظرسهم باش يشوف كيفاش يدلهم الإشهار هيتكلم بعملية الإشهار قطاع وكالات الأصفار من بين القطاعات الحيوية الأكثر تضررا بجائحة كورونا إغلاق الحدود وتخوف المواطنين من العدوى من بين العوامل الرئيسية التي جعلت الإقبال الشبهة منعظم خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا بسبب انتشار الوباء أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال شهر ماي 2020 وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للأسر إلى 1.5% وتلك المخصصة للشركات غير المالي العمومية من 1.2% إلى 0.1% في خبر آخر سجلت الاحتياطات التقني لصندوق المهن المغربي للتقاعد ارتفاعا بنسبة 11.1% خلال سنة 2019 حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من 62 مليار درهم وبدوره زاد فائدة استغلال المخصص لذخيرة الاحتياط بـ 0.8% في الخبر الاقتصادي الدولي أكد المعادة الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الإسباني سجلت تراجعا خلال الشطر الأول من العام الحالي بلغت نسبته 5.2% هذا الانخفاض هو أكبر تراجع فصلي يسجل الاقتصاد الإسباني ويبقى أعلى من ذلك الذي تم تجيله خلال الشطر الأول والذي بلغ خلال الشطر الأول من سنة 2009 والذي بلغ ناقص 2.6% أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بعدما أظهر مسح فصلي للشركات أجراه ضنك اليابان المركزي تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى في 11 عاما بينما قادة استمرار انتشار حالات كوفيد-19 في توكيو إلى عزوف عني المخاطرة وهكذا أغلق المؤشر الياباني نايكي منخفضا بـ 0.75% نتابع الآن سبب برصة الدار البيضاء إلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الهزة التي حدد مركزها بجماعة لدود وقعت عند الساعة السابعة وست دقائق واثنين وأربعين ثانية وجهتنا الآن مدينة الدار البيضاء التي تعيش جدلا واسعا بعد أن عمد عدد من أصحاب سيارات الأجرى من السنف الأول إلى الرفع من سعر الرحلات سواء داخل المجال الحضري أو خارجة عن أسباب وتداعيات هذا الوضع نتابع روبرتاج ليلى عسلي أحمد الحمري ومحمد شيكير زيادة تتروح بين درهمين وثلاثة درهم في ثماني التنقل على مستوى جل خطوط سيارات الأجرى من الحجم الكبير داخل المدار الحضري بالدار البيضاء أما تلك التي تؤمن خطوط نقل الركاب من العاصمة الاقتصادية نحو المدن المجاورة فزادت سعيرة جلها بنسب قد تصل أحيانا إلى خمسين في المائة من الثمن المعتادة أسعار خلقت السياء لدى معظم مستعملي وسيلة النقل هاته تاكسي اللي كي يدين نحن نديونا ويجيبنا أوليكين ما كيش طب يسمي ديونا بريلي 300 ريال يعني مش يوم يجيب 600 ريال درويش كيفاش غادي يمشي ويجيب 600 ريال كانت 160 كانت 7 درهم دابولة تاكسي يجيب 10 درهم 15 درهم دي غايط لأكون نهارة لأجلاء 3 مرات 4 مش هاي غايط ما كيلي سيبشي ويجيب 64 60 درهم كان دير المدينة كانت 130 دابولة 1000 فرق غير دابالناس كيمشي ويقول لك ما هنديكش لمدينة هنديك حديك غارج علال ونعاود نضرب لي غارج علال هاتشي لي كاي سائقوا سيارات الأجرى من الصنف الأول الذين اختاروا هذه الطريقة للحفاظ على نسبة مدخولهم اليومية يعزون هذا الارتفاع إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية لوسيلة النقل هاته بنسبة 50% كواحد من الإجراءات الصارمة للحد من تفاشي فيروس كوفيد 19 كان بعد البلايس يتزاد فيه 50% كان يتزاد فيه 20% كان بعد اخترت تكونوا راجعين تيشير على السيطرة تيقول كنا تنمشي بهذا الشيء ما عندك ما تدير لي عرض أحوال كيذا يرى تشد باش تتفادى المشاكل الله يعمل تتعلمو تتقول يرى ناس تمارات لا تتخلصوا الطاقة كان لي تتفهم كان لي ما تتفهمش وضعية تطرح تساؤلات حول مدى قانونيتها ممارسة تغيير قانونية على اعتبار أن تسعير سيارات الأجراء بصنفيها لا المستوى ما عرفت أي تغيير وتتبقى ديما للتعريف القانونية المقررة بالقرارات العاملية ذات الصلة وبالتالي أي زيادة من هذا النوع تتبقى غير مشروعة وعلى المواطنين المتضررين اللجوء للسلطات العمومية المختصة ويعد قطاع سيارات الأجراء بصنفيه الأول والثاني قطاعا حيويا إذ يلعب دورا مهما من أجل تيسير وضمان الخدمة العمومية للنقل والجدل متواصل كذلك بين مهني النقل الطرقي والوزارة الوصية حول مضامين دفاتر تحملات تدبير مخاطر فيروس كورونا العملون بالقطاع يطالبون بإعفائهم من بعض الإجراءات والوزارة الوصية تؤكد أن التدابير مهم لحماية المستخدمين والمسافرين من العدوى الروبرتاج لمهدي محيب مهني قطاع النقل الطرقي بمدينة الدار البيضاء يواصلون رفضهم السئنة في العمل إجراءات الوقاية التي تضمنتها دفاتر تحملات تدبير مخاطر انتشار فيروس كورونا أثارت السياء العاملين في هذا المجال عدم أهليتهم بتطبيق بعض تدابير السلامة الصحية من الأسباب الرئيسية لقرار توقفهم عن العمل دفتار تحملات في بعض المسائل لا يمكننا تطبيقها لأننا غير مؤهلين كالوثيقة التي يجب أن ندوين في أسماء الراكبين ورقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف وهذه المسألة نحن لسنا بسلطة للقيام بعض المسائل احتجاج اللي جاء على إيتر واحد دفتار تحملت لخرجة الوزارة الوصية على القيطة لأنه في شي شروط لي هي صعيبة عن نقال بشي ديرها لأن غير مؤهلين بعدك لا سائق والا المساعد دياله بشي ياخد الحرارة دياله لهادك المسافر ولا أداك عطيني الهاتف ديالك عطيني هذه غير مؤهلين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قامت بأعداد دفتاري تحملات لتدبير مخاطر انتشار فيروس كورونا في قطاع النقل الجماعي للمسافرين يهم الأول مقاولات النقل الطرقي للأشخاص وموظفيها ومستعملي مركبات النقل بينما يخص الثاني البنيات التحتية الخاصة بالنقل الطرقي للأشخاص وموظفيها ومستعملي هذه البنيات هذه المقتضايا هي حاجة صعبة أو لا تكلفة ديالها ماشي شي حاجة كتير نظن دبا الكماماكت سوى 0.80 سنتيم المعقيم يمكن تعطي الواحد درهم كميات ديال بثامن درهم إذن يعني السفر كله يلاقصد الحال يمكن له يمكنه ينقام بواحد خمسين درهم يلاحسب نجوج درهم لكل مسافر في الوقت الذي يصر فيه مهنيون نقل الطرقي في العاصمة الاقتصادية بشراكهم في صياغة دفاتر تحملات تدبير هذه الظرفية الاستثنائية تؤكد الوزارة الوصية أنها حرصت على أخذ مقترحات التمثيليات المهنية بعين الاعتبار مشيرة إلى أن المقتضيات المتعلقة بنسبة ملء الحافلات على وجه الخصوص ستعرف ارتفاعا بعد تحسن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في بلادنا نبقى بمدينة الدار البيضاء والتي تعززت بنيتها التحتية بافتتاح مرآب عمومي جديد بمعايير حديثة بنية من المنتظر أن تساهم في حل إشكالية ركن السيارات وسط العاصمة الاقتصادية التي تعرف اكتظاظا ملحوظا طيلة أيام الأسبوع الروبرتاج لسعيد الإدريسي وأحمد الحمري يمتد على مساحة عشرين ألف متر مربع وتصل طاقته الاستعابية سبعمائة وعشر سيارة مجهز بمعدات للمراقبة والحراسة إنه المربد العمومي تحت أرضي الرشدي الذي افتتح في وجه المواطنين مرفق عمومي لتعزيز البنيات التحتية بالعاصمة الاقتصادية وسد النقص الحاصل في أماكن ركن السيارات خصوصا على مستوى وسط المنطقة الإدارية وبالتالي وضع حد للإكرهات والمشاكل التي كان يعاني منها المواطنون في هذا الشأن صراحة هذا الباركينغ هذا اللي الدرد في سنتر بولفاق راشيدي يحب زبت المشاكل لأننا كنا نجيوا مثلا القوش فين سطسوني وكان خافوا من الدبانات يجيوا لزونا الطنوبيل ولحمد لله الأمور كل مزيانة وثمان زعمة مناسب للعمو كنا تلقى صعوبة على المستوى الشريع الراجدي والنواحي كنا مشكلة بزاف دابا أنا أول مرة قد ندخل سطسوني فيه أمزيان بل يال أكبير الحمد لله متساء ويشكل هذا المشروع عرضا تكمليا مهما لشبكة مواقف السيارات العمومية من الجيل الجديدة وذلك وفقا لما أوصى به المخاطط التوجيهي لمواقف السيارات بالعاصمة الاقتصادية والهدف تشجيع الساكنة على تبني حركة أكثر استدامة وهذا المربثة ذا كما قلت سيدخل في خطة ديال واحد المشروع ديال الإعداد ديال المشموعة من المرابيد العمومية واللي فيها مرابيد فوق يعني في الأرض ومرابيد تحت الأرض وهذا المرابيد تحت الأرض فمن بعد هذه الجوش ديال المشاريع إن شاء الله غادي تكون واحد الشاركة بالقطاع الخاص والقطاع العام اللي غادي مكننا أن ننزو واحد ستة ديال المرابيد عمومية مع القطاع الخاص إن شاء الله اللي غادي مكن لها أنها تخفف من الطلب يعني وتستجبل الطلب ديال المواطني استثمار يناهز أربعين مليون درهم إنجاز يشمل إضافة جديدة للحد من إشكاليات قلة المرابيد العمومية ومشاكل ركن السيارات خصوصا على مستوى المراكز الإدارية والخدماتية بمطار مراكش المنارة الدولي تواصلت اليوم عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج عقب إغلاق الحدود الجوية والأرضية والبحرية بسبب جائحة كوفيد 19 حيث حلت مجموعة جديدة تضم 304 أشخاص قادمين من تركيا أمين علام وحسن مسكور بمطار مراكش المنارة وصلت مساء أمس طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الملكية المغربية قادمتان من مطار إسطنبول بتركيا وعلى متنهما أزيد من 300 من المغاربة الذين اضطرهم ظهور جائحة فيروس كورونا مع ما أعقبه من توقيف للرحلات الجوية للبقاء خارج الوطن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر العودة إلى الوطن تحمل أكثر من معنى بالنسبة لهؤلاء والفرحة كبيرة للالتحاق بالأهل اليوم ما أحسنت بليانين لديت البلادي أتعادين موتمنا بديش بشينا واحد 15 يوم وقعدنا غيومين السياحة نعم وقعدنا يومين واسوقهم المطارات نغاد يديرون ذاك سحرين لتنسع كورونا وغاد نبقوا هنا يمكن 9 يام ونبعدها نرجعوا للمدينة ديانا الحمد لله وصلنا معافيين الحمد لله وصلنا نزيدا للمغرب وانا فرحة مززة صراحة قوش دبا علينا 4 شهور والحمد لله كنا نشكر للسلطات المغربية صراحة قامت بالواجب إجراءات وقائية وتدابير احترازية مهم ما تشرف عليها أطقم بشرية من مطار مراكش المنارة والمديري الجهوي للصحة والسلطات العمومية لضمان عبور آمن للعائدين من قبيل قياس الحرارة والتعقيب والخضوع لفترة الحجر الصحي عشنا واحد دورة في قاسية زيما في تركيا مني لو كان مكان جلالة الماليك يعني اللي يقف معنا بالأوطيلات ولا أخر كنا غادي نعيشوا واحد دورة في قاسية أنا من الناس اللي كانوا حاصلين في تركيا سرحة الله هاتش ليدر معنا صاحب الجلالة غادي تكتب لي في التاريخ دياله واحد الاهتمام اللي بزف ديال الجاليات اللي كانوا حاصلين تمايا في تركيا بلما نتكر الأسماء ديالهم اللي غاروا منا أزيد من 13 رحلة استقبلها بطار مراكش المنارة نقلت لحد الآن حوالي 2000 من المغارب الذين كانوا عالقين بكل من فرنسا هولندا ألمانيا تركيا السينيغال والكوديفور في موضوع آخر وبالرباط لقاء تضامني بالسفارة الفلسطينية جاء لتنديد بالمخطط الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الدفة الغربية المحتلة وللدفاع عن حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رشيد إيكن وعبدالعلي إياد اللقاء التضامن الذي احتضنه مقر سفارة دولة فلسطين بالرباط هو تأكيد آخر للموقف المبدئي للمغرب من القضية الفلسطينية اللقاء تم التنديد فيه بخطة الضم التي تكرس الاحتلال وتجهز على تطلعات السلمية الفلسطينية العربية والعالمية يجب أن نبقى يقضين ونحتاج إلى الدعم السياسي والموقف الواضح من جميع الدول التي تحترم القانون الدولي طبعا المغرب على رأس الدول الداعمة لأن صاحب الجلال الملك محمد السادس له مواقف داعمة لقضية فلسطين وخصوصا أنه يترأس لجنة القدس أو كذا الشعب المغرب من خلال قواه الحية في كل مناسبات ومن خلال كل مواقف والدعم الذي عبر عنه لا يمكن اليوم كما عبرت الخارجية المغربية وكما عبرت الدولة المغربية لا يمكن اليوم إلا أن نكون مع إخواننا الفلسطينيين اللقاء تم التحذير فيه من خطة الضم وتابعتها السلبي على المنطقة كونها تشكل تقويضا وهدما لحل الدولتين بما يحول الشعب الفلسطيني إلى شعب أسير تحت الاحتلال الإسرائيلي وفاقد لحقه في دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وبالأراضي الفلسطينية تظهر ألف الفلسطينيين اليوم في قطاع غزة ضد المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مشروع مثير للجدل يلقى معارضة دولية واسعة عبدهاب الكاراتي شهد قطاع غزة مظاهرات لألاف الفلسطينيين ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وهي الخطوة التي سبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها البدء في تنفيذها اعتبارا من الأول من يوليوز وتشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية ولا واحد يسمح هذا القرار لازم إسرائيل تنازل عن هذا القرار وبنفردش في شبر أرض ولا في القدس والقدس عاسم لنا إن شاء الله بنسل فيها هذه المظاهرات التي خرجت في جل المدن الفلسطينية تأتي في ظل الموقف الفلسطيني والأردنية الرافض لمخطط الضم حيث أكد العاهل الأردني أن الضم سيؤدي إلى نزاع واسع النطاق خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية وبعد رفض الأمم المتحدة لمخطط الضم الدول الأوروبية هددت بفرض عقوبات في حال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب كما صرح وزير الخارجي الفرنسي بأن ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات سلبية على المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وستكون لها انعكاسات على الاستقرار في المنطقة وأمام الضغوطات الأممية والدولية ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي ناطنياهو إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية وسط أزمة كورونا مجلس الأمن الدولي يتبنى اليوم بالإجماع قرارا يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الحثيثة المزيد في ورقة نابلة أزرقان في خدم الجهود الدولية لمكافحة وباء كوفيد 19 مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد عاقب أكثر من ثلاثة أشهر على مفاوضات حثيثة القرار يطالب بوقف فوري لكافة النزاعات المدرجة في مجلس الأمن وبهدنة إنسانية لتسعين يوما على الأقل لتسهيل تقديم المساعدة للشعوب وفي غياب لقاح مؤكد مضاد لفيروس كورونا رغم إعلان دول مثل الصين عن بعض الاختبارات المبشرة حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه أكثر من عشرة ملايين إصابة في العالم فإن الوباء أبعد ما يكون من نهايته المنظمة أعلنت أن عدد الأشخاص الذين يصابون يوميا بالفيروس يتجاوز الـ 160 ألفا وذلك منذ أسبوع 60% من مجمل الإصابات التي أحصيت حتى الآن جرى أعلانها خلال الشهر الماضي وقد عاد وباء كوفيد-19 بقوة في دول عديدة مع تصاعد أعداد الوفيات والإصابات وسط تحذيرات من موجة ثانية وبالولايات المتحدة يخشى ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس على أراضيها إلى 100 ألف يوميا فيما تتعالى التحذيرات من احتمال زيادة عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية أربعة أضعاف بحلول أكتوبر المقبل في غياب تعزيز للتدابير الصحية دائما في الخبر الدولي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإمكانية فشل المباحثات مع بريطانيا بشأن توصل الاتفاق حول علاقاتهم المستقبلية وقالت ميركل أمام البرلمان الألماني بأنها ستستمر في الضغط من أجل حل جيد ولكن يجب على الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا أن يستعدا لحالة عدم التوصل إلى اتفاق وصلنا إلى نهاية نشرتنا تذكير بأبرز ما جاء فيها امتحانة البكالورية تنطلق وسط إجراءات فرضتها جائحة كورونا اليوم الدور على المترشحات والمترشحين الأحرار لاختبارات الدور العادية للمتحان الجهوي الموحد وضع الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد واحد من بين الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها خلال حالة الطوارئ الصحية والسؤال المطروح هل يحترم الجميع هذا الإجراء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بعد تخفيف الحجر الصحي والسياحة الداخلية رهان المرحلة تأكيد على التطبيق الصارم لكافة التدابير الصحية مهني والنقل الطرقي يواصلون رفض السئناف العمل والوزارة الوصية تدعو للالتزام بالإجراءات المقررة في دفاتر تحملات تدبير مخاطر انتشار كوفيد-19 سعادوا بالتواصل معكم ألقاكم غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر